السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ظاهرة الطلاق يبدو انها تتكاتر في شهر رمضان كاللحظة بعض الازواج يقع بينهم نوع من الجدال او النقاش في قضية من القضايا البسيطة فمثلا كيكون الرجل يدخن ووراء العصر يشتد عليه الالم كيقرب المغرب كيعود على سبا اكيد ربما يطلب من زوجته طالب معين فترفض الزوجة فيتلفظ بالطلاق انت طالق يا ما سمعنا ريجال كيقول المرأة دلو انت طالق بالثلاث والنزاة تتساءل هل الطلاق يمضى طبعا لا يمضى لان الطلاق واحد شيء عظيم مرتبط بالاسرة والاسرة واحد الكيان من مقاصد الاسلام المباركة حافظ عليها فهذه الحالة كتكون حالة غضب وهي لا تمضى لان القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو سكران وطلاق الغضبان والسكران لا يمضى فما هو الحل الحل هو ان الزوج يستمر وعليه ان يكفر بماذا يكفر يكفر اما له ان يصوم بعد رمضان وحدة الثيام كفار عندن به واما ان يتصدق باطعام عشرة مساكين واما ان يكثر من الاستغفار لله تعالى ولا يعود وعفى الله عما سلف ظاهرة الطلاق يبدو انها تتكاتر في شهر رمضان كاللحظة بعض الازواج يقع بينهم نوع من الجدال او النقاش في قضية من القضايا البسيطة فمثلا كيكون الرجل يدخن ووراء العصر يشتد عليه الالم كيقرب المغرب كيعود على سبا اكيد ربما يطلب من زوجته طلب معين فترفض الزوجة فيتلفظ بالطلاق انت طالق يا ما سمعنا رجالك يقول المرأة دلو انت طالق بالثلاث والنزاة تتساءل هل الطلاق يمضى طبعا لا يمضى لان الطلاق هو شيء عظيم مرتبط بالاسرة والاسرة واحد الكيان من مقاصد الاسلام المباركة حافظ عليها فهذه الحالة كتكون حالة غضب وهي لا تمضى لان القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو سكران وطلاق الغضبان والسكران لا يمضى فما هو الحل الحل هو ان الزوج يستمر وعليه ان يكفر بماذا يكفر يكفر اما له ان يصوم بعد رمضان وحدة تلسيان كفر عندن به واما ان يتصدق باطعام عشرة مساكين واما ان يكثر من الاستغفار لله تعالى ولا يعود وعفى الله عما سلف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة